اشتركوا في القناة وتطعيم حتى الآن المبادرة بالتسجيل وأخذ التطعيم لتوفير الحماية لأنفسهم وللمجتمع تكاتف مجتمعي لحماية الجهود الطبية التي انطلقت في المملكة منذ بداية الجائحة من خلال الإقبال الكبير على مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات للحصول على تطعيم سبوتنيك الروسي وسط تنظيم وتباعد اجتماعي يطبق بكل مسؤولية واحترافية يعني ما شاء الله احنا في اقبال منقطع النظير ولافت من بدء التسجيل لتطعيم منذ ان وصل تطعيم سبوتنيك الى مملكة البحرين في الفترة الاخيرة بعد اقبال صار اكبر يعني احنا ما شاء الله من نفتح الباب الصبح لين ينتهي فترة العمل القاعة دائما مليانة والحمد لله في سلاسة ومرونة في اعطاء التطعيم لكن الحمد لله التطعيم عليه اقبال جدا كبير طبعا بالنسبة لسبوتنيك اثبت فعاليته بنسبة كبيرة بنسبة تقريبا 91% اثبت ان هو امن سواء للامراض المزمنة او الناس اللي عندهم حساسية شديدة يعتبر امن للجميع ان شاء الله توفير عدة لقاحات مكن المتطعمين من حرية الاختيار بين الاسماء المتاحة للجميع وبشكل مجاني كما ان فتح عدد من مراكز التطعيم والفحص رفع الطاقة الاستيعابية للراقبين بالتطعيم واقلل اوقات الانتظار بما يضمن تعزيز عدم التجمع والتباعد الاجتماعي وفق الارشادات المطروحة من قبل الفريق الوطني الطبي والله صراحة اولا هي كلمة شكر توجه حق فريق البحرين وحق الصفوف الامامية على الجهود اللي قاعدين يبدلونها من تنظيم سواء من بداية حجز المواعيد او اختيار نوعية اللقاح والله طبعا انا استشرت ديكاترا فكانوا سألوني انها بالعكس مفعولة جدا قوي واللقاح اومن وما في اي اعراض لا يمكن ان انت راح تستقي معلوماتك فقط مجرد ان تشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي او انه واحد ينقلك فتاخذ الخبرة من اهل الخبرة اللي هم ديكاترا وزارة الصحة اكدت مسبقا كفاءة ومؤمنية كافة التطعيمات المجازة في المملكة منها سبوتنيك الروسي منذ فبراير عام 2021 فالمبادرة لاخذ التطعيم في هذه المرحلة تعتبر من الضروريات القصوى لدعم الجهود الوطنية للتصدي للفيروس والاسهام في حفظ صحة وسلامة الجميع وعي مجتمعي وجهود طبية مواكبة لا في مراكز التطعيم التي امتلأت بالمواطنين والمقيمين المؤكدين على السير جنبا الى جنب مع الفريق الوطني للتصدي للفيروس كورونا والقضاء على هذه الجائحة بكل ما هو متوفر والي الجميع في مملكة البحرين شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين